أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الجهات المعنية ووزارة التنمية الاجتماعية بصرف مبلغ شهر إضافي من الدعم المالي للأسر محدودة الدخل على وتألغلاء لمواجهة أثار ارتفاع الأسعار العالمية كما وجه سموه حفظه الله بمباشرة صرف المبالغ للمستحقين وإداعها خلال شهر يناير الحالي كما أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الجهات الحكومية المختصة بوضع خطط وإجراءات عاجلة تساهم في استقرار أسعار السلع وتوفرها محليا في ضوء التطورات التي أثرت على الأسواق العالمية على أن تجتمل على ما يليه أولا صرف مبلغ شهر إضافي من الدعم المالي للأسر محدودة الدخل على وتألغلاء ثانيا تعليق رسوم الأراضي الصناعية المخصصة لتخزين الأغذية لمدة ثلاثة أشهر ثالثا تعليق شرط حصول الأسواق على موافقة وزارة الصناعة والتجارة على الحملات الترويجية وإلغاء رسومها للمتاجر والأسواق الغذائية لمدة ثلاثة أشهر رابعا تكثيف حملات التفتيش ومراقبة الأسعار في الأسواق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر